السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم الدكتور مجد عبد الرازق استشاري جهاز هضم الكبد والحميات أتشرب بوجودي معكم اليوم سنتحدث عن الثلالة الجديدة التي نرى أنها بدأت تضرب أكثر من حوالي 30 دولة وانتشرت في أمريكا الجنوبية وهي ثلالة لمدة هذه الثلالة ظهرت في بيرو أول ما ظهرت وابتدت تنتشر لدرجة أن تكون الثلالة الرئيسية في بيرو أكثر من حوالي 80% من حالات كورونا من هذه الثلالة وكما قلت، انتشرت في عدة دول أكثر من 30 دولة ووصلت إلى أوروبا طبعا هذه الثلالة لها أعراض مختلفة قليلا أولا تتميز بأن الخحة بتاعتها سعال جاف مستمر وفيه قشعريرة وفيه صداع قوي وهذه الثلالة أيضا يبقى فيها فقدان لحسة الشم والتزوق أيضا هذه الثلالة تعمل نوع من الأنواع الهامدان في الجسم طبعا هذه الثلالة تتميز بأنها تعرف تجيد الهروب من الأجسام المضادة لها أيضا خاصية سرعة الانتشار طبعا نحذر من هذه الثلالة وفي نفس الوقت ننصح جميع الناس بأنها تأخذ التطايم في أسرع وقت ممكن وتحافظ على التباعد الاجتماعي وتحافظ على لبس الكمامة وتلتزم بغسيل الأيدي بصفة مستمرة وتبعد عن الأماكن المزدحمة نلاحظ أن في الأوينة الأخيرة نرى أن الحالات تزيد مرة أخرى في العالم ونلاحظ أن بعد مباريات يورو 2020 ابتدت الحالات تتزيد مرة أخرى وابتدت بعض الدول مثل روسيا وإستراليا وثي تونس ابتدت تعاني من ازدياد عدد الحالات وفي نفس الوقت نرى أن بعض الدول التي نسميها دول مهتمة مثل أيسلندا أيسلندا هي دولة أوروبية ونسبة التطايم زادت عن 87% من نسبة السكان وبالتالي ابتدوا يرفعوا الإجراءات الاحترازية وابتدوا لا يوصوا بالكمامة وابتدت الحياة الاقتصادية تعود مثل الأول طبعا نسمي هذه الدول نكحة لكن في بعض الدول التي هي دول النمية لازال نسبة التطايم أقل من 5% وبالتالي يجب أن نحافظ على الإجراءات الاحترازية نلاحظ أن بعض التقارير تلعت أن هناك لقاح فايزر في بعض الأصاع الجانبية مثل التهاب في القلب وهذه حالات ندرة جدا 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 يعني أن يحدث أن أنواع الآلام في الصدر خفقان والشخص يحس بأنه في ضربات القلب زيادة قليلا وهذه حالات ندرة جدا 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 أيضا نعرف أن حصل قليلا مضاعفات مثل جلطات من أسترازينكا أيضا حالات ندرة جدا 1 في 250 ألف ونلاحظ أن نفسه فيروس كورونا يعمل جلطات تعتبر أكثر عشر مرات من اللقاح أسترازينكا وهذه حالات ندرة جدا 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 طبعا تم التصريح لشركة فيزر بأن اللقاح بها يتخذ من سن 12 إلى سن 15 سنة في دول الاتحاد الأوروبي وأيضا في كندا طبعا هذه خطوة ممتازة جدا جدا على أساس أن الأصال يبدأوا يأخذوا التطعيم وبالتالي في بعض البلدان نسبة التطعيمات أصبحت مرتفعة وبالتالي شعوبها أصبحت نوعا ما في أمان أكثر لكن نحن نحذر أن طالما في دول نامية كما نرى في أفريقيا أن هناك بعض البلاد التطعيم بتاعها لم يصل حتى إلى 5% حتى وقتنا هذا لازال العالم في خطر لأن الفيروس كما نرى في سلالة لامدا بدأ يطور نفسه ويحور بالنفسه وبدأ سرعة انتشاره تبقى أزيد وبدأ أنه يتلافى الأجسام المضادة ويفتعد عنها وبدأ يهرب منها وبالتالي أصبح قوته أكثر وأكثر طبعا نرى أن هناك حوالي 7 دول في العالم مستحوذة على حوالي 80% من اللقاح طبعا لا يوجد عدالة صحية وهناك خطر وأن الناس التي لم تتعاملها تعتبر مصانع لتحور وتطور الفيروس وممكن في أي وقت الفيروس يتطور لدرجة أنه حتى اللقاح المتوفر لا يستطيع يحمينا طبعا الحمد لله لغاية اللقاحات تستطيع تحمينا حتى من المتخورات الجديدة لكن لا نضمن في المستقبل وبالتالي ننصح كل الناس أنها تأخذ اللقاحات المتوفرة وفي نفس الوقت نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ الإجراءات الاحترازية خوفا من تطورات وطفارات جديدة في الفيروس وممكن أن تهاجمنا في أي وقت نحاول بقدر الإمكان أن نسرع من وثيرة أعطاء اللقاحات لأن هناك حرب قائمة ما بيننا وما بين الفيروس من الذي ينتصر في النهاية؟ نحن نرى أن الفيروس كما رأينا عمل دلتا وعمل دلتا بلاس وكما نرى أنه بدأ يعمل إبتيلون ولمدا طبعا هناك تطورات قوية عنده يجب أن نحن أيضا لأن الفيروس لا يفرق بين غني وفقير لا يفرق بين دولة متقدمة ودولة غير متقدمة يجب أن نحافظ على الإجراءات الاحترازية ويجب أن نحاول بقدر الإمكان أن نأخذ اللقاح لكي نبقى في مأمن من هذا الفيروس العين طبعا مهم جدا جدا أن نأخذ بالنا أن هناك أعراض جديدة بدأت تظهر لأن دلتا بدأت تعمل أعراض جديدة لا نبقى أن نعرف الفيروس من ثقدان حاسد الشم وتزوج مثل الأول لا، هذه الآن أعراض مثل سعال مثل احتقام بالحلق سيلان بالأنف مثل صداع شديد وخصوصا في سن الشباب والذي هم أكثر عرضة للمتحورات الجديدة وبالتالي التحورات الجديدة أكثر سرعة في الانتشار وفي نفس الوقت تهرب من الأجسام المضادة أرجو أن تكونوا استفادتم من الفيديو أشهركم بزيل الشكر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا